بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة بحثنا في هذه الحلقة حول الصبر وكما هو واضح أن الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في موارد متعددة ومدح المؤمنين بالصبر ويعتبر الصبر من الفضائل الأخلاقية بل في بعض الأحيان يكون من الواجبات ولكن ما هو الصبر وما هو الفرق بين الصبر والخنوع أو الرضا بالظلم هل هناك فرق بين الصبر وهو من الفضائل وبين الخنوع وهو من الرذائل فالحقيقة أن الإنسان كما هو واضح معرض للصعوبات وللمشاكل في كثير من الأحيان الإنسان يتعرض إلى مشكلات أو يريد شيئا ولكنه لا يتمكن من الوصول إلى ذلك الشيء لأن الظروف لم تكن مهيئة لهذا الإنسان فكيف للإنسان أن يتجاوز هذه الصعوبات وأن لا يتحطم أمامها في الحقيقة الصبر يعني عدم تحطم الإنسان أمام المشكلات أو أمام الرغبات أو أمام الأشياء التي لم يتمكن من الوصول إليها نحن نلاحظ كثيرا من الناس في كثير من الحالات يعرضون بمشكلة ينهارون أمام هذه المشكلة لماذا هذا الإنسان انهار أمام هذه المشكلة؟ لأنه لم يتمكن من استيعابها واستيعاب صدماتها النفسية إذا نحن نراجع حياة كثير من الناس نجدهم انتحروا لماذا الإنسان ينتحر؟ مع أن غريزة حب الذات هي أقوى الغرائز في الإنسان كما يقوله علماء النفس الإنسان يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر فلماذا المنتحر؟ مع علمه بأنه يفقد كل شيء ويفقد نفسه ويفقد مع نفسه كل شيء مع ذلك نجده يقدم على الانتحار لماذا؟ لأن هذا الإنسان تحطم أمام مشكلة واجه بمشكلة وتحطم أمام هذه المشكلة ولأنه تحطم أمام هذه المشكلة لم يعد يستطيع الاستمرار في الحياة فلذا ينتحر مع أننا نشاهد أن كثيرا من المنتحرين هم من أصحاب المال أو أصحاب الوظائف وبعضهم أصحاب وظائف مرموقة أو منزلة اجتماعية عالية ولكن تعرض لمشكلة انهار أمامها فقضى على نفسه وعلى حياته لأنه لم يكن يتحمل المشكلة الله عز وجل يأمر الإنسان بالصبر بمعنى أن لا ينهار هذا الإنسان أمام أي مشكلة من المشكلات لماذا؟ لأن الإنسان له قابلية أن يكون أقوى من كل مشكلة وأقوى من كل رغبة وأقوى من كل مصيبة ولكن الإنسان الذي له هذه القابلية بحاجة إلى أن يفعل هذه القابلية إذا الإنسان فعل هذه القابلية يعني من مرحلة القابلية وصلت إلى مرحلة الفعل فتجد هذا الإنسان كلما نزلت عليه المشاكل وكلما استدمت رغباته مع الظروف تجد هذا الإنسان لا ينهار وإنما يستمر في عمله الذي أراده أو أراده الله عز وجل منه ولذا نجد الآية الكريمة تقول واستعينوا بالصبر والصلاح يعني كما أنك تستعين بالصلاح لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي توجب الكمال للإنسان والقرب إلى الله عز وجل كذلك ينبغي على المؤمن أن يستعين بالصبر أي أن لا ينهار في المشكلات وأمام الرغبات أو الصعوبات التي تكتنف بحياته كل إنسان أما الخنوع فمعنى ذلك الإنسان يواجه بمشكلة مع ظالم ويرضى بهذا الوضع بدون أن يفكر في تغيير هذا الوضع ففي الحقيقة الخنوع يقابل الصبر وفي الجهة المقابلة يختلف عن الصبر ب180 درجة لأن الصبر هو عدم الانهيار أمام المشكلة أو المشاكل أما الخنوع فيعني الانهيار أمام الظلم والانهيار أمام الظالمين لا يعني الصبر عدم العمل البعض يتصور أن الصبر بمعنى عدم العمل والانتظار السلبي الصبر لا يعني هذا الصبر يعني أن لا تنهار أمام المشكلة ومن ثم تحاول تجاوز هذه المشكلة وتخطي هذه المرحلة إذا الإنسان أمام المشاكل لم ينهار فإن هذا الإنسان يتمكن من التخطيط السليم ومن التفكير السليم للانتقال إلى مرحلة أخرى يعني مثلا نحن إذا شاهدنا أن هناك مثلا جيش وهذا الجيش وجه بعدو على حين غره وعلى حين غفله فالصابر هو الذي لا ينهار أمام هذه الغره وإنما يستقيم ويواصل واجبه ومن ثم يخطط لتجاوز هذه المشكلة في حين أن غير الصابر هو الذي ينهزم ولا يخطط لتجاوز هذه المشكلة ففي الحقيقة الصابر هو الذي لا ينهار أمام المشكلة ويستعمل عقله لكي يتعدى هذه المشكلة ويتجاوزها بسلام ولا يبتلى بها مرة أخرى ففي الحقيقة الصابر هو الذي يتحكم بعاطفته ويحكم عقله للانتقال إلى المرحلة الثانية ولذا نشاهد حينما يقسم علماء الأخلاق كما في الروايات الشريفة الصبر إلى صبر على المصيبة والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة نجد هؤلاء العلماء عندما يقسمون الصبر يقولون مرة الإنسان يبتلى بمصيبة بفقد عزيز بمشكلة كبيرة هذه المصيبة يصبر عليها مرة هناك طاعة صعبة مثلا في وقت الجهاد الواجب صعب للإنسان أن يجاهد في وقت الزكاة الواجبة كثير من الأحيان صعب على الإنسان دفع هذه الحقوق الواجبة يجاهد الإنسان نفسه ويصبر على طاعة الله يعني يتحمل الصعوبة للوصول إلى طاعة الله وقد يصبر عن المعصية يعني هناك معصية الظروف مهيئة وهناك رغبة وشهوة لارتكاب تلك المعصية ولكنه يصبر عن هذه المعصية ماذا يقول علماء الأخلاق حينما يقسمون الصبر إلى صبر على طاعة وإلى صبر عن معصية وإلى صبر عن مصيبة يقولون الإنسان حينما يواجه بهذه الأمور الثلاث مرة يفقد أعصابه فيرتكب ثم بعد ذلك يتندم على ما فعله مرة أخرى يمتلك أعصابه يتحمل المشكلة المصيبة يتحمل ويقاوم الرغبة الجامحة للمعصية أو الرغبة الجامحة للراحة لترك الطاعة يقاوم هذه الرغبة أو يقاوم هذه المشكلة ويخطط لكي يتجاوز هذه المشكلة هناك أبتلي بمصيبة في نفس أو في مال أو في أي شيء آخر يفكر في المرحلة القادمة كيف أتعامل لكي أصل إلى رضا الله عز وجل أو لكي أعيش حياة سعيدة فما دام المصيبة قد نزلت ولا أتمكن من دفع تلك المصيبة فكيف أتعامل معها تعاملا صحيحا ولذا الله عز وجل في القرآن يقول وبشر الصابرين الصابر لماذا يبشر لأنه حينما يصبر يستعمل عقله للانتقال إلى مرحلة لاحقة والذي يستعمل عقله في أي شيء يصل إلى النتيجة المطلوبة أو النتيجة التي لم يكن يتوقعها فبشارة أخروية بالثواب الإلهي الجزيل وبشارة دنيوية بمعنى أن هذا الإنسان يتمكن من التقدم والرقي في حياته فالصابر أولا هذا الإنسان يخطط لمرحلة لاحقة وثانيا هذا الإنسان في نفسه يحس براحة يعيش راحة نفسية وكما هو معلوم أن الإنسان الذي يعيش في راحة نفسية هذا الإنسان يتمكن من تجاوز المشكلة والدخول في مرحلة لاحقة أفضل لكن الإنسان الذي لا يمتلك راحة نفسية وينهار وتنهار نفسيته أمام المشكلة فإن هذا الإنسان ينبغي أن يبشر بمستقبل أسوأ ونحن شاهدنا كثير من الناس الذين واجهوا بمشاكل ووجهوا بمشاكل أو بمصائب أو هناك رغبات كانت محرمة لكنهم استعملوا عقلهم وفكروا تمكنوا من تجاوز تلك المرحلة والتقدم والوصول إلى نتائج أفضل مما كانوا يتوقعون وشاهدنا ناس هؤلاء لم يصبروا على مصيبة يعني جزعوا وهذا الجزع ما فادهم لأن المصيبة جرت عليهم والجزع لم يفدهم وتحطمت نفسياتهم ووصلوا إلى مرحلة سيئة سواء من الجهة النفسية أو من الجهة الدنيوية هذا فضلا عن الحالة السيئة في الآخرة إذا كان ذلك في معصية الله عز وجل ينبغي على الإنسان أن يكون صابرا بمعنى أن لا ينهار أمام المشكلة ويخطط ويعمل لمستقبل أفضل ولتجاوز المحنة طبعا هناك الأمر بحاجة إلى تخطيط سليم من الأمور التي تفيد أو تفيد الإنسان كثيرا هو أن يحاول أن يجعل الجو الذي يحيط به سواء الأجواء الاجتماعية أو الأجواء العائلية أو أي جو آخر في العمل أو في أي مكان آخر يحاول أن يجعل هذا الجو جوا سليما لا يكون هذا الجو جو غير سليم لأنه إذا كان الجو جوا سليما يساعد هذا الأمر الإنسان على تجاوز الصعوبات والمشاكل ولكن إذا لم يكن الجو سليما فهو يكون وجه عثرة للإنسان لتجاوز هذه المشكلة أو هذه المحنة ولذا نشاهد الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر بالمصابرة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا لماذا؟ لأنه الإنسان قد يكون بحاجة إلى معونة وإعانة من الآخرين إعانة نفسية هذه الإعانة النفسية هو الإنسان قد يكون صابراً وقد يكون متجاوزاً هذه المشكلة ومتحملاً لها ولكن إذا كان الجو المحيط به جو سليم يساعده على التسريع في تخطي هذه المشكلة في آية أخرى الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا لا يكفي أن تصبر فقط أنت بل اصنع الجو المناسب الصحيح حتى يكون مصابرة هذا الصبر وإيجاد الجو المناسب يساعد الإنسان على تجاوز المشاكل وعلى الوصول إلى النتائج المتوخات يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هذه رابطوا هذه العطفة هذه الكلمات بعضها على البعض الآخر لارتباطها الصبر الإنسان هو لا ينهار ثم يصابر يعني يساعد الآخرين على عدم الانهيار ورابطوا بعد هذا يأتي العمل مو أنه فقط الإنسان يصبر ويجلس في داره ورابطوا يعني تحملوا الصعوبات وعملوا بعد ذلك تصلون إلى النتيجة المتوخات وكذلك إذا كانت الأجواء الاجتماعية سليمة فإن الإنسان يتمكن من الوصول إلى رضا الله عز وجل في كل المجالات ولكن إذا لم تكن الأجواء مناسبة على الإنسان أن يحاول أن يجعل تلك الأجواء التي تحيط به أجواء سليمة لأن إذا الإنسان كانت أجواء غير سليمة هذه لا شك أنها تؤثر عليه سلبا والتأثير السلبي لا يخلو منه أي إنسان غير معصوم إذا كانت الأجواء غير سليمة فلذا الله عز وجل في القرآن الكريم إذا نجد في آيات مختلفة وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله والآئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام يأمرون الإنسان بأن تكون الحلقة التي تحيط به هذه حلقة سليمة ولذا نجد في الحديث الشريف من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه لماذا من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه لأنه إذا كانت الحلقة المحيطة بالإنسان حلقة غير سليمة قد يتأثر الإنسان بهذه الحلقة فيأتي الصبر في بحثنا ثم المصابرة بمعنى أن تكون الحلقة المحيطة بالإنسان حلقة سليمة لكي تساعد الإنسان في تجاوز محنته ولذا نحن نجد مثلا في المصائب الله عز وجل يأمر الذي نزلت عليه المصيبة بالصبر بعدم الانهيار أمام هذه المصيبة ثم يحبذ للآخرين أن يسلوا المصاب لماذا؟ هذا في الواقع مصداق من مصاديق المصابرة يعني حينما يسلونه حينما يذكرونه بالآيات قد هو يكون بوقع المصيبة قد نسيها أو غفل عنها ثم يأتون ويحيطون به يساعدوه في تجاوز الأزمة في الحقيقة الإنسان في الأزمات كثيرا ما لا يفكر بعقله وإنما يفكر بعاطفته والعاطفة هي في الحقيقة يجب أن تكون مساندا للعقل لا أن تكون متغلبة على العقل العاطفة إنما يجب أن تكون تحت شعاء العقل يعني العقل هو الذي يتحكم في العاطفة لا أن تكون العاطفة هي التي تتحكم في عقل الإنسان ففي المصائب العاطفة قد تتحكم على الإنسان الصبر هو أمر عقلاني يأتي ويتحكم على العاطفة ويصب هذه العاطفة بالاتجاه الصحيح ولذا نجد أنه هناك نهي من الجزع في المصائب الجزع بمعنى عدم الصبر بمعنى عدم التحمل في المصائب إلا في موارد مستثنات مثل عزاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وذلك بحث آخر ولكن على الإنسان أن لا يرزع في المصائب وكذلك حينما يواجه بالشهوات لا ينجرف أمام هذه الشهوات لأن هذه الشهوة تتغلب على عقله فلا ينظر بعقله وإنما ينظر بشهوته وبعد ذلك يتندم ولكن قد تكون شهوة قصيرة المدة تعقب الإنسان ندما دائما وكذلك صعوبة الطاعات بعض الأحيان تسبب أن الإنسان لا يصبر على هذه الطاعة يترك هذه الطاعة لأجل صعوبتها ولأجل شهواته التي تنهاه عن تلك الطاعة ثم هذا الأمر يعقبه ندما كبيرا في الآخرة قبل الدنيا واستعينوا بالصبر والصلاة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستعينين بالصبر والصلاة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اشتركوا في القناة